بين عالقين في المطارات ومحتجين في الشوارع يعيش اليمنيون المسافرون لأمريكا وأهليهم هذه الثنائية كأحدى منجزات ترامب في أيام حكمه الأولى معاناة تزيد من أوجاع اليمنيين وتضيق المنافذ أمامهم خصوصا أولئك العالقين في المطارات أو الذين أعيدوا إلى كل من أديس بابا وجيبوتي وهم يعيشون يوميات الانتظار بغية الالتئام بعوائلهم وأسرهم مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر أواخر يناير الماضي حزمة قرارات وصفت بأنها مجحفة من بينها قرار يمنع مؤقتا دخول الأراضي الأمريكية للزائرين من كل منها اليمن وليبيا والعراق وإيران وسوريا والصومالة والسودان بالإضافة إلى تعليق قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لأربعة أشهر تأثير هذا القرار طال حاملي لغرين كارد وتأشيرات الدخول غير أن الأمر واجه طعونا في محاكم أمريكية وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم مئات المحلات التابعة لأمريكيين من أصول يمنية أغلقت أبوابها لعدة ساعات وانخرط أصحابها في صفوف المتظاهرين احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل هذه الصورة تعليقا لعمدة نيويورك عقب إغلاق اليمنيين محلاتهم في المدينة احتجاجا على قرار الترامب تقول هذه الصورة أصحاب المحلات في مدينة نيويورك هم جزء من قلب وروح مجتمعاتنا وأقفوا تضامنا مع قرارهم الشجاع لمعارضة القرار محكمة ميتشيغان بدورها أصدرت قرارا يقضي بمنع السلطات الأمريكية من تنفيذ قرار الترامب خصوصا ما يتعلق بالغرين كارد والفيزا وألغاء الحظر لتسعين يوما تحركات وأحكام قضائية واحتجاجات تصدرها اليمنيون جميعها دفعت الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن قرار حظر السفر المؤقت لحامل التأشيرات الخارجية اليمنية من جهتها كانت قد أعربت عن استيائها من قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة لافتة إلى أن اليمن لا يزال يخض حربه ضد الإرهاب وأن اليمن وأمريكا يمتلكان ملفا مشتركا في مكافحة الإرهاب الكثيرون تأثروا بالقرارات المتعجلة للرئيس الأمريكي الجديد قبل أن يتم سحبها فهل تسقط دولة المؤسسات الأولى وبلد الحرية والديمقراطية أمام أول اختبار أم أن الأمور قابلة للتحولات وما هي إلا سحابة نسق عابرة